حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين اذن مشاهدين وبعد مرحلة طال أمدها وكثرة تكهنات حول المخارج الهادئة والمناسبة لأزمة رؤساء اللجان النيابية استطاع البرلمان حسم هذا الملف عبر جولتين من الانتخاب آلية الاستحقاق الانتخابي والأوزان البرلمانية التي كانت معيار التعامل والتوزيع لعدد اللجان وأهميتها وصولا لنوابها ومع تجاوز صعوبات هذا الملف فأن اكتمال هيكلة اللجان النيابية التي تعد العصب الأساس يدفع من عجلة العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب إلى الأمام فهي خطوة مهمة على طريق مضي المجلس بمهامه في إنجاز القوانين المعطلة والرقابة على الأداء الحكومية أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فالعراق اليوم يسعى عبر سياسته الخارجية إلى إعادة بناء وتعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف البلدان من خلال اعتماد سياسة خارجية شفافة وفعالة مع دول أخرى لتحسين العلاقات وتقوية الأواصر مع العالم الخارجي ففي هذا الإطار تولت حكومة الخدمات عملية بناء مرتكزات السياسة الخارجية عبر التنسيق والتعاون للنهوض بواقع الخدمات في البلاد تمثلت بزيارات للدول العربية ومن ثم توجهت لأوروبا بعقب زيارة ألمانيا كانت فرنسا محطة الرحال لعقد الشراكات والاتفاقات التنموية التي تصب في صالح البلاد إذن مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونتمنى أن تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ألم بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيكنا الكريم بصوت وصورة من بغداد أستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهاد ألم بكم دكتور أود أن أسألك كيف قرأتم إنجاز البرلمان لتسمية أغلب اللجانة النيابية الرئيسة والثانوية كذلك كل التحية والتقدير لجنابك لجمهور قناة الأيام الحقيقة يعني شيء متوقع وهو مهم أن تنجز عملية توجزية النواب على اللجان التخصصية في البرلمان وهذه اللجان أيضا هي مثل ما خضعت الوزارات إلى تقسيمات حزبية فهي أيضا خضعت إلى تقسيمات وتوزيعات حزبية يعني بشكل مغاير لما موجود في الوزارة الجهاز التنفيذي يعني إذا كان عندنا وزير النفط ينتمي إلى المكون أليف يكون رئيس اللجنة البرلمانية ينتمي إلى المكون بها يعني يعني وهو هذا الحقيقة طبعا هسا هي مخلي لهم هما في المعادلة ما عرف مين جاي بيها أنه كل خمس نواب يقابلها يعني نعم يعني يكون لهم لجنة أو كذا سيادية وهي حتى تسمية السيادية احنا شوية محترضين عليها يعني ليش مولجنة التربية مثلا سيادية يعني ليش مولجنة التقافة السيادية يعني فالتقسيمات شوية يعني فقط مجلس النواب العراق انفرد بها على مستوى العالم يعني يعني العالم ممكن مو بالضرورة أن تكون ماكو شيء بالعمل السياد والتشريعي لجنة أهم اللجنة طيب شنو رأيك السبب أن البرلمان فضل لجنة على لجنة أخرى أو أعطى أهمية ربما أكثر من باقي اللجان يعني هو هذا احنا يعني دايما أنا أستجل الاحتراض عليه يعني مثلا ليش مولجنة التعليم العالي للجنة السيادية يعني هو شنو المعيار يعني يكون يقولون نبي البرلمانيين السيد الرئيس البرلمان نوابة شو المعيار اللي صنفت بي اللجنة أليف إنه كونها سيادية غير المفروض أكو معيار يعني هو هيك المنطق نعم مو صحيح يعني المفروض هي تخضع الأشياء إلى هي مو مزاج إنه مثلا لجنة الأمن والدفاع لجنة سيادية يعني أو وزارة سيادية مثلا أو لجنة مثلا هم بالمقابل يسموها طبعا هم أهمعتم تصنيفات أليف وباوجيم وكأنما أكون نوع أكون ثلاثة يعني ثلاثة مستويات من تصنيفات اللجان البرلمانية أليف وباوجيم يعني هس شلون هذي صارت التصنيفات وفق أي اعتبار وفق أي معيار يعني حقيقة أنا ما أعرف لا لكن أسجل تحفظي عليه وهو على العموم ما يشبه الأعمال يعني أو اللجان المعمول بها في النظم البرلمانية أقل لها سواء في المنطقة أو في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا وهو الأهم من هذا يعني خليني أنتقل مع جنابك هو مون مهم أنه أليف يصير أليس اللجانة طبعا هسا هم معتهم مشاكل ومنه ويعتبرون أنه نفسهم يسوي إنجاز يعني كبير وكأنما راح يعني لما يصير موضوع توزيع اللجان وكأنما يعني قد إنجاز يعني على مستوى التالي لا يعتبر إنجاز يمكن دكتور باعتبار هذا الموضوع تأخر واخذ وقت طويل وبالتالي هناك حاجة نظر الوجود جهد خدمي وبرنامج خدمي هو بحاجة إلى هذه اللجان لتشريق قوانين وإنجاز ما مطلوب من مهام البرلمان طيب إذا تسمح لي دكتور نرحب أيضا بالنائب المستقل سيد كاظم أطوقي أهلا بكم سيادة النائب ضيفا كريما بداية تنسية النائب نجاحكم فيها الفرلمان بإكمال هيكلة اللجان النيابية إلى أي درجة سيدفع من عجلة العمل التشريعي والرقابي تحية لك سيد مشار وتحية إلى ويفك الكريم حياكم بعد انتخابات اللجان يوم أمس واكتملت اليوم يعتبر بعد لا يوجد أي سبب أو أي عذر لمجلس النواب أن يأخذ دوره الرقابي كل من حسب لجنته وكل من حسب اختصاصه وباعتبار نعتبرها انطلاقة لمجلس النواب والحكومة جديدة والمجلس النواب نعتبرها جديد جديد حسب اعتبارات ما بعد 2017 باعتبار جاء من انتخابات قانون انتخابات قد يكون بوابة دخل بها بعض المستقلين وبوابة أجبر الكتلة السياسية على أن تختار ناس غير الوجوه القديمة لأن كانت تسويقها بالشارع بالانتخابات الماضية لا يمكن نجاحها انا كعضو مجلس النواب يعني ألاحظ وأسمع كثير من النواب لديهم الحرص في تفعيل نشاطهم النيابي والبرلماني والبعض من الأعضاء بمفردهم قد أخرجوا ملفات فساد عجزت عنها الحكومات السابقة نحن لا ننطي الفدهالة كاملة عن البرلمان قد يكون هذا الكلام باعتبارها من المجلس ولكن نتأمل أن يكون يختلف عن باقي المجالس الأخرى وصفت هذه الدورة أو هذه اللجان بأنها ربما تكون مختلفة نوعا ما بالنسبة معينة وهناك رؤساء اللجان بعدد لبأس به رؤساء اللجان جدد لكن النواب المستقلون هل كان لكم كنواب مستقلون دور في هذه العملية في هذه اللجان؟ يعني أكو كتلة تسمى الكتلة المستقلين انضموا تقريبا أكثر من 20 أو 30 عضو اللي ترأى السناء بالأول لرئيس مجلس النواب وهذا الكتلة أخذت مناصب نيابة لم تحصل على رئاسة اللجان وبعض النواب يعني المستقلين حتى لم يحصل على اللجنة كما يسمونه هم أليف وباع وجيم واليوم للأسف لا أشوفان الكتل ولا أشوف النائب يتسابق على اللجنة يعتبرها مهمة في الشارع وبل يتسابق على اللجنة اللي تم تصنيفها على سياق قديم ما أعرف هي صنفت على أساس إراداتها أو على أساس إمكانياتها كاللجنة أو على أساس نفوذها في باقي الوزارات كل من يطمح من يكون نفوذ على هذه الوزارات حتى النائب المستقل جاء يشوفه يجري على لجنة راح تكون لدور أو سطو على الوزارات أو بعض المكاسب خلال عمله يعني والجمهورة طيب دكتور مصطفى هذه اللجان برأيك هل ستكون أفضل من سابقاتها من جانب العمل يعني ما عديفت شيء أقدر أقول إنه هي أفضل من المفروض يكون بيلفت شيء ولا أقدر أقول هي أسوأ فإحنا ننتظر ننتظر عملها ونقيمة لكن في عملية التوزيع يعني لا بأس أن نعرج عليها في العالم البرلماني المتحضر عملية التوزيع ما تكون وفق هذه الحزبية والمحاصصة وهذه مالتهم الأليف وباوجيم وكل خمسة مع يعني هما قلت لكم سوينهم فتشي يعني يختلفون به وإنما وفق التخصص هسه هو البرلماني ألي يعني سين مثلا نقول اختصاص الزراعة خلص يروح للجنة الزراعة هذا الدكتور مثلا كأنه ما طبيب خلص أكو صحة وبيئة أو كذا هذا أستاذ جامعي أكو شيء يسمى لجنة التعليم فالمفروض وفق التخصص لأن أنت من غير المعقول يعني أنت مرة تريد هي اللجان تكون منتجة وفاعلة ومرة تريدها وفق هاي الأطور الحزبية والمحاصصاتية والما أعرف إيش وهذا إذا الوزير الشيعي يكون نجيب رئيس اللجنة علي سني وكأنما يعني كأنما يعني ديردون يقولون يوسطون مسيج إنه إحنا راح نكون يعني رقابة شديدة أو كذا أو كذا ما هي السابقة التوزيع السابق يعني اللجان برلمانات الدورات السابقة كانت بهذه الآلية لو ما كان يعني فتشي يعني ملفت للنظر يعني على مستوى الإنجاز يعني هذه مسألة في غاية الأهمية إنه آن اليوم هو شنو محامي مثلا قانون خرج قانون هذا البرلماني أخلي باللجنة القانونية ليش لأنه لكي الموضوع العلمي العلمي على مود ياخذ سياقة في إدارة الدولة ياخذ سياقة هذا الموضوع اللي دائما أنا أأكد عليه ودائما هو عنصر الضعف في إدارة الدولة إنه أنت مدت مدت يعني تجعل الشخص المناسب في المكان مناسب من 2005 و 4 و 6 ولحد الآن هذا ما المفروض يستمر هذا ما المفروض يستمر وتبقى إنه مثلا اللجان الأخرى الخدمية لا بأس أنه أن تترك أن يترك المجال للنائب اللي يشوفه هو نشط ويشوفه كذا وبهالشكل الآن أقول خلي تكون آلية التوزيع وآلية انضمام النائب إلى اللجان التخصصية ووفق تخصصه هو ووفق هذا التخصصه وتتحوق إلى استمارات وكذا ويأخذ بها النظر مو أنه مثلا يعني هذا مثلا داكرة اليوم على عملية التوزيع قبل ما أجي البرنامج جنابكم يقول إنه رئيس اللجنة هل مرة ما راح يكون ما تحسم داخل رئاسة اللجنة البرلمانية ما تحسم داخل اللجنة نفسها وإنما راح يصير يعني كإنما علية القوم يتفكون وأنه بشكل مسبق إنه أليف يكون رئيس اللجنة وباقي يكون النائب مالته ولا بأس أن يكون نائبيا من أجل أن هاي عملية توافقية وبالتالي هو مهمت الأشياء يعني ما هكذا تورد الإبل طيب دعني أعود إلى سيئة نائب كاظم آلية التوزيع تعتقد أنها اعتمدت الأوزان النيابية وثقل الفرلمانية أكثر من قضية الكفاءة في اختيار رؤساء اللجنة ونوابهم هذا العرف كأنه ما صار دستور عدل الكتال السياسية توزع اللجنة على أساس المكونات هذا فد شيء مقدس عندهم ليس على أساس الكفاءة والمهنية وتوزع على أساس الكتلة ما حصلت عليه من مقاعد حسنا مو مشكلة بهذا الموضوع حسنا المشكلة خل يجي بس يجي الرجل الكفاء الرجل الاختصاص الرجل اللي ممكن يكون لبرنامج داخل لجنته ممكن ينشطها لأن تعرف اليوم كل شيء بالقيادة احنا صحيح ما ممكن نحقق كل الاختصاصات في كل من في لجنته ولكن احنا مرات تشوف الدكتور يتعوف الصحة يروح إلى لجنة يشوف ها أفضل يحقق بها فد شيء حتى العظم أما أنه داخل الانتخابات أعتقد أنت ورقة يطوك إياها من حقك تختار الشخص اللي تشوفه مناسب للجنة لا وأكو من أملع لي وأكو من لا إذن هي القضية قضية انتخاب لكن كيف مقابل الانتخاب حدث أو تم تأمين قضية التوازن التوازن الكتلوي الموجود في البرلمان لا ليش اللجانة تأخرت تأخرت بعد ما صار اتفاقات يعني أنت يتفق يوم رئيس المجلس الكتل يالله تجي تصير الانتخابات اللجنة نعم أكيد هذا اتفاقات هاي معروفة مع رئيس البرلمان نعم بس إحنا أستاذ بشار إحنا مو مشكلة قلت لك الكتلة خلتأخذ بس الكتلة تأخذ على أساس تنافسها من أجل نجاح عمله نعم من أجل مراقبة الحكومة خليت حولها إلى حسنة هاي الخاصية اللي يشبثون بها ويقل لك أنا من حقي هذا استحقاقي وعندي مقاعد أو أنا أمثل مكون ماكو مشكلة بها بس المشكلة أنه جيب من كوادرك جيب الرجل الكفوق المناسب طبيب على الأقل اللي يكون على رئيس الصحة طبيب على رئيس التعليم العالي أستاذ على على الطاقة على أن يكون اختصاصها كهرباء على النفط على الأقل هذا الرجل اللي يدير هذا الملف وقد يكون أعضاء فيه لجنتهم ومختصاص على الأقل هو يكون يديرها لأنه هو اللي يمثلهم هو اللي يستدعي هو اللي يستجوب هو اللي راح يطيهم الملفات هو اللي ممكن يكون ممثل إليهم إحنا هذا الشكل ما نقدر نغير أستاذ بشار طيب بس نخلي نغير الهدف والعمل داخل هذا السيستم القديم يعني طيب في هذه الحالة كما ذكر دكتور مصطفى أنه المعيار يجب أن يكون بعد رؤية عمل هذه اللجنة وأداءها وهناك قوانين كثيرة معطلة على أدراج البرلمان سيادة النائب حسم القوانين المعطلة الموازنة وغيرها نجاح البرلمان بتعيين هذه اللجان وانتخابها وتحديد أعضاءها ورئاساتها راح يستعجل من قضية حسم هذه القوانين أهمها الموازنة المنتظرة نعم أستاذ بشار اليوم رئيس الوزراء مو بالقاعدة مو أمام الشعب مو أمام الدوائر التنفيذية البسيطة اللي هي بمواجهة الشعب اللي تقدم له خدمات نعم بس عضو النواب هو الأقرب للشارع أنت اليوم اليوم لو تجي للرجل التنفيذي اللي ما يقدر يقدر يقدم خدمة بسبب قوانين قديمة صلاحيات أقلية قديمة المفترض اللي جاء لجنة خدمات تشرع تروح للدوائر اللي تقدم خدمات أو تشرع مع الوزارة في تغيير النظام في تغيير القرارات كلها قرارات مشقية ثورة قوانين كلها موال 1960 ما تتناسم مع التطور ما تتناسم مع الخدمات ما تتناسم مع حجم المدن وتوسحها اللي جان الصحة تروح مع الصحة شون تطور القطاع الصحة هي تتعامل مع الوزير من أجل إنجاحها من أجل تشريع قوانين تكون في خدمة الصحة وهكذا باقي اللي جان لأن العضو قلت لك هو يقدر يوصل للشارع يقدر الناسة يوصل قاعدة بس الحكومة حتى تكون رقابتنا هي لدعم الحكومة مو لأجل أنا مجرد بس أنه أحاول أنتقص من الحكومة لا الحكومة صح راح تكون مستهدفة من قبل النائب بس تكون مستهدفة لأجل تقويمها مو لأجل العافة أو أنا مجرد أنا اتجاه غير اتجاه الحكومة أقف حجر عصرة باتجاه الحكومة التنفيذية طيب دكتور مصطفى وجود ملحوظ للنواب المستقلين في هذه اللجان وحتى ترأس بعض هذه اللجان هذا موضوع أيضا إلى علاقة بالتوازن النيابي لو مجرد كانت مجاملة والله هو يعني ما يفتهم يعني هو يبقى نائب يعني سواء مستقل هو على فكرة هو حتى المستقل هو منتمي إلى الاستقلال يعني أما كون مستقل يعني كون إنه هو مستقل يعني هذا ما يعني إنه هو ممتحزب هو ممتحزب لفئة المستقلين يعني خليه يكون هيتشي الفهم وبالتالي النائب أولا وأخيرا هو دورة رقابي وتشريعي يعني سواء كان مستقل أو ممستقل يعني مفروض أنا هيتش أفهم الأشياء يعني بهالشكل بهالطريقة والمستقلين كتلة يعني في هذه الدورة كتلة يعني معتبرة كما يقال وأنا أشوف أنه هم يعني موجودين يعني المفروض أن يكونون موجودين باللجان اللجان سيد الكريم يعني أكو شيء مهم أن نقول بهالي الموضوع نعم مرة هي يعني مثل ما قال السيد النائب تعمل من أجل المصلحة المصلحة شلون خلي لا بأس أن نفصل فيها لما أنا أشوف الوزير أساء كون أنا عاقبة بالطرق القانونية والدستورية ولما إذا أشوف جيد لما إذا أشوف جيد ويقدم خدمة وكذا أكون أنا أثنع لي وأدعم هكذا هي الأشياء وإلا ما يصير هي يعني مو عملية هي مو بالضرورة عملية تخادم يعني الصير وشوف أنه الموضوع يتميع والأشياء سائبة لا المفروض أنا يعني كوني نائب كوني نائب عندي ملاحظات سلبية أطرقها بكل شجاعة وبكل جرأة أطرقها وما أتردد أنا فيها مزين وأن ما يكون يعني عملي كوني نائب أنا أستفز أو أبتاز الوزارة أليف أو باء أو جيم في سبيل أن أسكت وصارت أكو ممارسات ويمكن جنابك وجناب النائب والرأي العام العراقي عند خزين من المعلومات في الدورات السابقة يعني في هذا الموضوع أكو ضعاف نفوس يعني وبالتالي بالتالي العمل النيابي سيدنا كريم هو اختزال للإرادة الشعبية العراقية في هذا المجلس الذي يكون 330 325 أو شيء من هذا القبيل فالمفروض المصلحة تتحقق تتحقق بمسألتين بمسألتين إن أساء الجهاز التنفيذي فكون أنا عاقب عاقب بالوسائل القانونية والدستورية وإن حسن الجهاز التنفيذي بين قوسيا الوزارة زيان وزارة أليف أو باء أو جيم أو دال والله يعني نرفع لها القبعة كما يقال ونثني عليها ويعني ندعمها إذن الأيام القادمة ستكون معيار ونتائج عمل هذه اللجان لكن أنتقل إليك مرة أخرى سيد كاظم من أجل إنجاح عمل هذه اللجان وأداءها للمهام المناطبها هي بحاجة إلى عمل برلماني بحاجة إلى جو من الألفة أو أجواء تساعد على تشريع هذه القوانين وأداء العمل الرقابي سيدة النائب التوافقية رغم بعض الملاحظات عليها بثقت من عدها هذه الحكومة حكومة السودان وكذلك بثقت من عدها هذه اللجان بصراحة لكن هذه التوافقية التي شهدتها العملية السياسية مؤخرا هل ستوجد هذا الجو من السلاسة في العمل البرلماني خصوصا ما بين هذه اللجان أكيد كل عمل حكومي سواء تلفيذي أو تشريعي يراد للمناخ المناسب حتى يكون عمل بالتجاه الصحيح أما هذه التوافقات أرجع أنا وأقرأ أقول التوافقات إذا كانت في الوصول لمراكز معينة وهنا المفترض تنتهي لازم بعدها يترجم إلى أنه يكون ينزل في الساحة من أجل المصلحة العامة كل من ينسى أنه هذا تابع الهايجية وهذا تابعها هيجية علي أن يكون أنا عضو مجلس النواب أعمل ضمن هاي اللجنة ويكون عملي مراقب إلى أداء الحكومة وبرنامجه الحكومي اللي طرحها رئيس الوزراء في هذا المجال أروح أتابعه بالشكل الصحيح وشقد مدى تنفيذه أنا عندي عشرين عضو في لجنة في لجنة النفط والغاز ذول العشرين عضو جايين من انتماءات جايين من كتل جايين من كذا علينا إحنا داخل هاي القاعة وبعملنا إحنا نمثل الشعب بشكل عام العراق من شمال إلى جنوبة إحنا خلانا الشعب مراقبين على النفط على الغاز على الثروات الطبيعية إشلون هاي المؤسسة أو هذه الوزارة نكون عامل مساعد لتطويرها ونوقف من عمليات الفساد الوزارة وهذا المفترض ينجر على كل اللجان وكل واحد يتناسب منين انتماءة مثل ما قال الأستاذ قال إحنا نعم هو نائب سواء مستقيل أو سواء هو جاي من حزب مو هاي المشكلة المشكلة المستقيل ولا النائب خلي عملون مأز المصلحة لأنهم اثنين هم أجوا منين أجوا من المواطن أسأل لي هو بكتلة حزبية أو عزب هم يقل لك أنا أنا انتخبتني ناس نعم هاي الناس منين هي هاي من الشعب هاي هم الميزانية وين صارت التعيينات وين ليش هان انشملت ليما انشملت أنا الموظف هسه بسعر الصرف هذا راتب ما يكفيني ما أنا انتخبتك وخليتك فهي الكل أمام الشعب مسؤولة إحنا خنقول اليوم انطلاقتنا راح تكون من اه اكتمال اللجان ورأسه رأساتها أو خلنا تفائل خلنا شوي نقول ونحكم عليها بالأيام القادمة إن شاء الله سيادة النائب دكتور مصطفى مشاهدين الكرام رجوان تبقى تبقى معنا من أجل أن ننتقل إلى ملكنا الآخر من الحصاد ومتابعة أبرز ما فيه إذن مشاهدين النهوض بالواقع الخدمي الذي تسعى له حكومة الخدمات اليوم يقترن بتعزيز العلاقات الخارجية عن طريق إنشاء شراكات مع دول عظمى وكذلك اتفاقات حقيقية وفعالة من التي من شانها أن تقتنم فرص التطور والارتقاء بواقع البلد من خلال توطيد العلاقات الثنائية المزيد مع الزميلة نهو الشامري باستياد العلاقات الخارجية سمة برزت على حكومة الخدمات فاتجهت بوصلة تطوير العلاقات إلى أوروبا لتكون محطة انتقالية ضمن سلسلة الجولات الخارجية التي ذأبت الحكومة الحالية على تعزيزها وتفعيل الشراكات الدولية فعقب زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا التي اختتمت بعقد اتفاقات مع شركات كبرى كانت فرنسا الواجهة الأخرى لتطوير الواقع الخدمي في البلد وتحقيق التعاون في مجالات متنوعة وفق ما تقتضيه المصلحة للبلدين حكومة السودان لها توجه عامه أنه تقديم خدمات وهذه تقديم خدمات لابد أن يكون هناك تعاون خارجه خصوصا من الدول الكبرى التي لها خبرة ولها شركات كبيرة تستطيع تقديم إنجاز ومن هذه ألمانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشاريع سوف تكون بين الجانبين كل هذه الخطوات هي تصوف الهدف الأساسي وهو تقديم إنجازات تلامس حياة المواطنة ففي إطار السعي السوداني إلى كسر الجمود الدبلوماسي وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف الأقليمية والدولية يتطلع إلى إحياء اتفاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية بين بغداد وباريس بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى وضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والعديد من الاتفاقات فيما تخص الأمن والتخطيط لبناء محطات للطاقة في محافظات العراق فالتحديات التي وضعت أمام حكومة السوداني المفتعلة منها والتراكمية منذ عهد الحكومة السابقة اليوم تتم معالجة تلك العراق برسم خط العلاقات الدولية بالوقت الذي تنقل المصادر عن نية السوداني لزيارة واشنطن بغية حل بعض الخلافات والنظر في معالجة ارتفاع سعر الدولار في العراق نهاشم ماري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نجدد ترحيب مرة أخرى بضيوفنا الكرام مستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور مصطفى البهادلي والنائب المستقل كاظم أطواق أهلا بكم سيادة النائب مرة أخرى كما نرحب بي الكاتب والصحفي سيد إبراهيم السراجي نضمن مباشرة عبر سكايب بغداد أهلا بكم سيد إبراهيم ونبدأ معكم سيادة النائب بالنسبة لملف العلاقات الخارجية هل العراق لديه رؤية استراتيجية لهذه العلاقات الخارجية تأكيد أهم ملف أمام حكومة السوداني وكان ضمن برنامج الحكومي هو ملف الطاقة لما يخص الكهرباء ويخص النفط والتوجه إلى ألمانيا وشركة السمس بالتحديد لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية وتعرف هذا الملف والصورة والتوقيع والبروتوكالات نفسها جرت مع الحكومات السابقة لكن نعتقد في هذه الفترة وفي هذا الاتجاه الأخير للسيد السوداني أعقد ما تم هو إلا بعد اتفاق ما بين شركة السمس وما بين شركة جنرال الدكتوريك حيث تم توزيع العمل في العراق على هذا الأساس يعني سنقول العامية أكضوا أخضر من شركة جنرال تم اتجاه السمس قد يكون هذا غير معلن للإعلام بصراحة وهذا سياسة السيد السوداني وما يخص الغاز وإنتاج الغاز وهدر الغاز هذا الموجود هسا بحقولنا وهدر الأموال التي نستورد من دول الجوار والذي جاي ندخل من خلال ضريبة التدخل السياسي بسبب حاجتنا للغاز والتحكم بلف الطاقة والكهرباء وخصوصا في أوقات مهمة وحارجة والتلاعب حتى بمشاعر الناس شوف كذلك في مرحلة اللي يكون بها لود الكهرباء وإحتياجة للناس أو الملف الثاني هو زيارة فرنسيا وهم نعتقد قد يكون بها مهم جدا بخصوص النقل وبخصوص الملفات الاستثمارية لأن يوم البلد حقيقة ما يقدر يعتمد فقط على إيرادات النفط ويحولها إلى رواتب ويشوف اليوم يمكن وصلت إلى عشر تالاف موظف والميزانية ما يعادل 80% هي تشغيلية تذهب للرواتب نتمنى تكون الزيارات الدولية تستثمر أن تكون تنزل للشارع خلنا تكون تبين أمام الناس وأن تستفاد منها الناس وأن تكون أيادة عاملة تستقطبها في مشاريع استثمارية في خدمة كل دول العالم تعتمد على المشاريع الاستثمارية احنا اليوم للأسف معتمدين على اتجاه حادب اتجاه إرادات النفط وإحنا قاعدين امتانين هذا النفط نحوله إلى رواتب وتشوف اليوم لو كان انتاجنا محلي يمكن ما أثر علينا زيادة سعر الصرف اليوم كل منتوجاتنا الموجودة أو كل احتياجاتنا كلها استيارات خارجية كلها تحتاج إلى عملة أجنبية وشوف مدى تأثيرها وارتفاحها وغلاها على المواطن وأثرت حتى على صاحب سعر الدولار اليوم بالسوق طيب رحب مرة أخرى بكم سيد إبراهيم وأودنا أسألك عن رأيك في مدى أهمية أحياء العراق شراكاته الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم رغم أني لم أسمع نصف السؤال شألتك عن مدى أهمية أحياء العراق للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول يعني بالتحديد البرنامج حكومة السيد محمد الشياع السوداني هو لا ينجح هذا إلا بعد تشجيع الاستثمار وهي يركز على عملية الاستثمار والاستثمار مع الشركات الصينة في بلدان المحترمة ليس لها جنبة سياسية على إعراق وأنا أعتقد هو انطلق عندما انطلق من فرنسا ووقع هذه الشراكات وهذه الاتفاقيات واصطحب معهم الوزراء المختصين أمي بغداد ووزير الكهرباء ووزراء أنا أعتقد هو يخطط إلى عملية الاستفادة من الخبرات وفتح السوق الاستثمار ووضع خارطة الاستثمار لهذه الدول أولا البيئة الأمنية مستقرة نوعا ما وهناك استقرار سياسي واستقرار أمني وبالتالي أنا أعتقد هذا هو مشجع ودافع كبير لأن يستطرف هكذا دول لكن يجب أن يكون هناك ثقف ذا منه ذلك المواطن اليوم يجب أن يرى أن هذه الاشتراكات تطبق على أرض الواقع مثل ما تكلم السيد النائب المحترم يجب أن ترى النور هذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون مجرد بروتوكولية وما شاء مذلك وهذا ما يتأمله الجميع في حكومة السيد محمد الشاعر السوداني أن هذه الاشتراكات وهذه الاتفاقيات هي تطبق أولا هناك حاجة كبيرة في مجال الخدمات في مجال الطاقة في مجال الاستثمار في مجال التجارة والصناعة وحتى في قضية الاستفادة من الغاز المحروق وهناك توجه كبير للسيد السوداني ولديه برنامج متكامل للاستفادة من هذا الغاز المحروق طيب دكتور مصطفى تحركات سيد رئيس مجلس الوزراء التحركات الخارجية شاملت الشرق والغرب معا لهذا التوازن السير بخطة متوازنة في مسار العلاقات الخارجية وعدم التخندق في اي اتجاه معايا هذه السياسة الى اي درجة تخدم البلاد يعني هي حركات يعني زيارات موفقة ومنهجية جيدة عدم وضع العراق في اي محور من المحاور الموجودة اقليميا او دوليا هو يريد ان يرسل رسالة الى الخارج بان حكومة الاطار هي حكومة خدمية ومره هذه الخدمة تتحقق بادوات المفروض هالشكل ادوات محلية ومره عندما تغيب هالالادوات او عدم وجود القدرة على ايجادها الادوات المحلية يلجأ الى الخارج وهذا هو ما يعني معمول به في كل دول العالم يعني سواء على لا سيما موضوعات الطاقة لا سيما موضوعات التربية والتعليم وزيارة الاخيرة الى فرنسا هو نوايا اتفاق المفروض هذا يترجم الى اتفاقات يعني واجراءات عملية لكي تنعكس على حياة المواطن العراقي وان لا تكون كسابقاتها وهو مصر السيد السوداني يعني هكذا انا يعني اتابع نعم وعقد العزم كما يقال بانه ان تكون هذه حكومة حكومة مختلفة ويبالفعل مختلفة لا سيما على الصعيد التنفيذي او الخدمي فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية سيدي الكريم عموما ومع اوروبا او كما وصفتها جنابك الشرقية او الغربية الدول تتحرك بوحي من من مصالحها الوطنية والمصلحة الوطنية العراقية يجب ان تكون هي البوصلة لصانع القرار السياسي العراقي يعني وبالتالي يعني مثل هكذا زيارات هي تخدم المفروض ان تخدم المصلحة الوطنية العراقية والدول سيدي الكريم العلاقات الدولية انا دائما اقول انه هي ما تخضع لاعتبارات شخصية يعني هي مو ان اليوم يعني زعلان مع استاذ بشار استاذ بشار زعلان علي مثلا وتكون هناك خطيعة العلاق اليوم الدول هي الوحي المهم في حركتها هو المصلحة المصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة فبالتالي زياراته الى المانيا والى فرنسا يمكن في قادم الايام الى الولايات المتحدة الامريكية المفروض ان يكون هناك استحضار للمشهد السياسي الاستحضار المصلحة الوطنية العراقية نعم طيب سيادة النائب هل ستتمكن الحكومة فعلا من استثمار هذا الجو من الدعم والتأييد الدولي والاقليمي دعم واضح منذ ولادة هذه الحكومة حتى الان لكن الحكومة هل تتميز عن الحكومات السابقة بانها لديها الامكاني لاستثمار هذا الدعم خصوصا بالمجالات الاقتصادية عن النظام العالمي بس عليه انه اهم يستغل الاوضاع العالمية والاحداث الاخيرة تعرف انت الاحداث ما الروسية الاوكرانية القت بضلالها على كل الدول تقريبا وخصوصا حتى اوروبا تأثرت في هذا المجال فالعراق عليه ان يستغل هذه الظروف الصالحة يعني تعرف انت لو لا هذا الظروف اللي صارت يمكن ما سمحت امريكا المؤتمر العربي الصيني اللي انعقد بالسعودية ولا تجرع دول الخليج ان تعقد اتفاقية مع الصين هنا استغلال ظروف دولية تكون في صالحنا ازمة الغاز الروسي خلت امريكا ممكن تسمح للعراق وغير العراق يكون مصدر صاني الغاز حتى ما يكون اكو ضغط من الجانب الروسي هذا علينا الحكومة الترجمها الترجمها الى مشاريع تستفماد منها وتستغلها في هذه الظروف اليوم كل البلدان تقاد بالاقتصاد تحارب بالاقتصاد قوتها بالاقتصاد ونتأمل من الحكومة يعني احنا لو نرجع للبرنامج الحكومي للسيد السوداني منعتبره هو رجل تنفيذي بدأ درج مناصب التنفيذية حتى انه ست وزارات كان محافظ احنا نقول هذا الرجل كان في مجال التنفيذ ولديه خطات كثيرة في هذه الحالة بالنسبة للعراق اللي يسعى لحياء هذه الشراكات الاقتصادية وتجارية مع مختلف الدول ما تعتبر مهمة ربما محفوفة بالمخاطر وهي بحاجة الى رغبة او موافقة الولايات المتحدة الامريكية التي ربما ذهى شراكات الاقتصادية العراقية مع مختلف الدول لم تأتي بمصلحتها فقد تسعى الى وضع العصي في عجلة هذا التقدم بالعلاقات الخارجية هي امريكا اوروبا نفسها ما ممكن ان تسمح لها بعلاقات الخارجية الاقتصادية الا خنقول بضوء اخضر او تسمح لها امريكا كيف العراق يعني دول العالم كلها بهذا الاتجاه وقلت لك بس علينا احنا نستغل لهذا الموضوع نستغل احنا امريكا تشوف هسا في هذا الظروف بسبب الاحداث الروسية الامريكية تحاول تكون الشرق الاوسط شوية امن في هذا الفترة وفي فترة من يستقر العالم الاخر وتكون امريكا مستقرة تشوف شون يصير الصراع بداخل الشرق الاوسط احنا علينا نستغل الظروف حتى نعبر مرحلة حتى العراق يخلي قدم شوية قوية هو بمن بالاقتصاد انه يقوم منظومة الاقتصادية يستغل الدول يستغل العلاقات الخارجية يستغل علاقات الاقتصادية مع الدول لاسترجاع عمال المنهوبة من ناحية التأمين الامين انا امطي كنت امطيني وهذا تعامل دولي او تعامل حتى بشري من انخلق البشر هو التعامل يسمون تقدم هذه السياسة ونتمنى سيد السودان يترجم الى افعال وليس اقوال فقط سيد ابراهيم على ذات نمط تحركات الحكومة العراقية ايضا رئاسة الجمهورية العراقية تتحرك بخطة واسعة في ملف العلاقات الخارجية يعني اذا كان هناك تناغم بين السلطتين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء هل سينعكس على دعم واختصار مسافات تقدم العراق بهذا المجال يعني بالتحديد انه رئاسة الجمهورية تعرف جمهورية ومنصف تشريفية وبالتالي هو رمز الدولة وبالتالي نعتقد العلاقات لا يجب ان تكون متجزة يعني لا يجب ان يكون رؤية مشتركة اتجاه التعامل مع الدول ومع تنسيق العلاقات أو إخامة العلاقات أو تعزيز العلاقات لذلك نعتقد انه سيد السودان هو ايضا يؤمن بهذا ويؤمن قضية فصل السلطات ولكن نعتقد ان نظرة الدولة باحتبار انه سلطة تنفيذية وهو مسؤول عن العلاقات الاستراتيجية ومسؤول عن إدامتها ومسؤول عن بداع العلاقات بما يخدم مصالح العراق ومصالح المنطقة بصورة عامة لذلك نعتقد لا يوجد هناك فروقات او اختلافات بين رئاس الجمهورية وبين رئاس الوزراء أو رئيس الوزراء في التعامل مع الدول مواقف متوحدة الارام متوحدة الطموح واحد هو من أجل انفتاع كبير لعراق الاستفادة من الوضاع التي تعيش بها المنطقة تعيش بها اوروبا وبالتالي نعتقد هو الكل يصوم في خدمة عراق ومصطحة عراق وبناء اقتصاد عراقي جديد وبناء الاستفادة من الطاقات الكبيرة لدى هذه الدول سيد السوداني يركز على قضية الاستثمار ولديه رؤية واضحة حول وخارط الطريق وخارط الاستثمار واضحة المعالم يعني الآن اعتقد ان العراق استفادة من تجارة الدول في الاستثمار هذه الدول اليوم لم تبنى الا بالاستثمارات الاجنبية ولم تتقدم خطوة واحدة الا من خلال تسجيع الاستثمار بما يحافظ ايضا على مصالح الدولة طيب دكتور مصطفى اين الولايات المتحدة الامريكية من كل هذه التحركات والمساعي العراقية بملف العلاقات الخارجية هل فعلا امريكا لا تولي العراق ذات الاهمية والاهتمام كما كانت بالسنوات السابقة يعني لا العراق محل الاهتمام من قبل الولايات المتحدة الامريكية ويمكن يعني الدعم اللي البعض يتحدث عنه لحكومة السيد السوداني يمكن فيما يتعلق بالولايات المتحدة اليوم الولايات المتحدة ما كثير دعم لا سيمة على مستوى الدولار او الاموات اللي موجودة بالبنك الفدرال الامريكي يعني وهذه القصة كنت تنحل قصة انه العراق يصدر النفوط مالته الى الخارج وتحول الاموال الى البنك الفدرالي والبنك الفدرالي هو مزاجه انه يعطي او ما يعطي كون هاي تحل واما ان تكون دولة السيادة سيد الكريم هي مو مصطلح يعني اعلامي ويقال وإحنا عندنا سيادة وسيادة السيادة اجراءات السيادة اجراءات عملية انه ان تكون للدولة اجراءاتها فيما يخص مصالحها الوطنية فيما يتعلق بهذا الموضوع يشوف انه يعني حتى التعليق السفيرة الامريكية نعم يقول هذا اللي يصاب هو محط صدفة يعني انا ما اعتقد اكو شيء اسم صدفة في السياسة خصوصا السياسة الامريكية لكن هل هذا يعني او يفسر عدم اجراء زيارات متبادلة على مستوى رفيع ما بين البلدين يعني هو في النية كما يقال ان يزور الولايات المتحدة الامريكية السيد السوداني و يعني في هاي الدقائق المتاحة اللي يعني يكون انا افسر الشيء اللي قال السيد النائب موضوعة انه الاستغلال كيف يتم عملية استغلال الظرف الدولي اليوم الاوروبيين ده يعانون من مسألة الطاقة وانه الدب الروسي كما يقال ده يستخدم موضوعة الغاز في موضوعات يعني على اثر الحرب الاوكرانية الروسية ضد اوروبا الغربية لا سيما زين وبالتالي الاوروبيين ده يبحثون عن منافذ اخرى لتمكينهم بتعويض هذا النقص اللي ده يحصل عليها اوروبا او اللي تحصل عليها اوروبا من الغاز ويمكن ده يفكرون بالعراق ان يكون بديل كما طبعا اكوعتهم بدلاء يعني بداء الاخرى فيما يتعلق بقطر او غيره اليوم المطروح كون انه هكذا يتم الاستغلال يعني كون نفسرها هاي الاستغلال بشكل تفصيلي انه انا لا بأس انه اعطيكم هذه المنحة او ولو الاستثمار هم يكون عندنا تعليق على اللي قال السيد السراج انه اعطيكم هذه الفرصة بالتنقيب عن الغاز والاستثمار فيه لكن بشرط انه العوائد المالية ما تترجع كما كانت في السابق لا سيما الحكومة الحالية جدا جادة في موضوعة التهرب الضريبي وموضوعة التهرب الاموال يعني عبورها الى خارج الحدود والرجل ده يتفق مع شركة دولية من اجل متابعة ما يسمى بالاموال الضريبية او غيرها فبالتالي يعني هذا الموضوع ما اعتقد صدفة يعني عودا على بدء يعني الموضوعة اللي تقول السفيرة الامريكية انه هذا جاء تزامنا مع حكومة السيد السوداء لا سيدتي طيب ما هي لا تزامنا القصة مهش شكرا شكرا جزيلا لكم استاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية دكتور مصطفى البهاد كنت ضيفا كريما وشكرا جزيلا لكم الكاتب والصحفي سيد إبراهيم السراج وشكرا لكم النائب المستقل السيد كاظم الطاقي شكرا لكم سيادة النائب كنتم ضيفا كرام وشكرا موصول لكم مشاهدينا إلى هنا وصلنا وآياكم وضيفنا لكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر